انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من مراحل محكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في محكمة خاصة في لبنان في لهاي ويفترض أن تنظر المحكمة في دور أربعة رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء قتل الحريري وقد وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى لهاي في هولندا للمشاركة في الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية